أبي بشراي البشير المدن المحتلة من الصحراء الغربية ما زالت مسرحا لكل أشكال الانتهاكات البشعة والممنهجة لحقوق الإنسان وسط صمت دولي في ظل تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وتواصل الدعوات الحقوقية لإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين من جرائم الاحتلال المغربي كان لنا حوار خاص مع السفير إبي بشري البشير ممثل جبتي البوليزاريو بسويسرا ولد لوم من المتحدة والمنظمة الدولية بجونيف والذي تحدث فيه عن مطالبة مجموعة جونيف للدول الصديقة خلال أشغال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المفاوض السامي لحق الإنسان بضرورة استئناف بعثات تقصي الحقائق للإقليم والمتوقفة منذ العام 2015 بسبب رفض الاحتلال المغربي كما تطرق إلى عدد من المواضيع منها طلب المغرب الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان ومساعيه من وراء هذا الترشح تحدث السفير أبي بشراء البشير أيضا في هذا الحوار عن موقف الاتحاد الإفريقي من نزاع الصحراء الغربية وتعاطي الدول الإفريقية مع القهر والقمع الذي يمارسه الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي بلقيس ختاش سؤال على هامشي دورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكدتم على أن استمرار عجز الأمم المتحدة عن توفير أدنى شروط الحماية للمدنيين الصحراويين ومحابات أوروبا للمغرب يعمق إحباط الشعب الصحراوي فما المنتظر من الهيئة الأممية هذه المرة؟ أبي بشراء البشير الحقيقة موضوع حق الإنسان في الصحراء الغربية لا يشكل سبب إحباط كبير بالنسبة للشعب الصحراوي فقط بل للمتضامنين معه ومحبي سلام والعدالة عبر العالم أيضا فبالرغم من وضوح القضية وعدلتها والوضع القانوني للإقليم الذي ترتب عنه مسؤولية دولية تجاه الأرض وشعبها إلا أن المدن المحتلة من الصحراء الغربية ما زالت مصرحا لكل أشكال الانتهاكات البشعة والممنهجة لحقوق الإنسان دون تحدث من العالم خاصة وأن الأمم المتحدة لديها بعثة السلام لي المنوسو منذ 22 و30 سنة لا تملك أدنى صلاحية في مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها بالرغم من النداءات المتكررة من طرف الدول والمتضامنين والمنظمات الدولية الحقوقية في هذا الإطار تأتي مطالبة مجموعة جونيف للدول الصديقة خلال أشغال الدورة الثالثة والخمسين لمشيس حقوق الإنسان مطالبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة استئناف بعثات تقصي الحقائق للإقليم والمتؤقفة منذ 2015 بسبب رفض الاحتلال المغربي المجموعة طالبت بأن يتم تقديم نتائج البعثة وتقرير عن الوضعية خلال الدورة القادمة نتمنى فعلا يقول ببشراء البشير أن يجد هذا النداء آذانا صاغية وأن تتم القطيعة مع حالة الاستثناء المشينة المسجلة الآن والتي جعلت من الصحراء الغربية إقليما مغيبا عن رادار الاهتمام الحقوقي الدولي مطلب إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين موجود على الطاولة منذ بداية الاحتلال المغربي للصحراء الغربية والآن مع تزايد حملات القمع المغربية أصبح من الضروري توحيد الجهود من أجل تسريع إنشائها حسب رأيكم إنشاء هذه الآلية سيضع حدا للتجاوزات المغربية تقول الصحفية المحاورة هذا مطلب قديم يضيف ببشراء البشير وقد رافق الاحتلال منذ البداية إلى الآن لأن أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان رافقت الغزوة منذ نهاية 1975 إلى يومنا هذا خلال السنوات الأخيرة أصبح عنوانا بارزا غلال كل جلسات مجلس الأمن الدورية لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لكن وبسبب الفيتو المغربي المدعوم من طرف دول نافذة في المجلس ما زال هذا الأخير عاجزا عن إقرار هذا المطلب والحقيقة أن حصول البعثة على هذه المأمورية أصبح اليوم ملحا أكثر من أي وقت مضى بسبب تفاقم الانتهاكات على الأرض على خلفية انهيار وقف إطلاق النار ووصول المسار السياسي إلى مرحلة الانهيار التي تنظر بتصعيد أكثر خطورة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لتدارك الموقف تمكن البعثة من مأمورية مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها ستساهم بالتأكيد في خلق سياق إيجابي جديد ضروري قبل الحديث عن إطلاق العملية السياسية مجددا انهيار المصار بما في ذلك وقف إطلاق النار وحالة الانسداد الحالية سببها عدم إحراز الأمم المتحدة لأي تقدم في تنفيذ مأموريتها الأساسية ألا هي تصفية الاستعمار ولا حتى في القضايا الملحقة بها والمتعلقة بضمان احترام حقوق الإنسان الصحراوي تحت الاحتلال ومنع استمرار نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال رفض المغرب لتمكين البعثة من تلك المأمورية دليل على هلعه الكبير من ردة فعل المدنيين الصحراويين في حالة إحساسهم بأدنى درجات الحماية الدولية مما سيمنحهم فرصة أكبر للتظاهر والتعبير عن تطلعهم نحو الاستقلال الوطني وهو ما سيغير موازين القوة على الأرض تجرأ نظام المخزن يقول السؤال على تقديمه لملف رئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي رغم عدم التزامه بكافة اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة في إطار القانون الدولي حسب رأيكم ماذا يسعى نظام المخزن من وراء هذا الترشح؟ جواب يسعى المخزن إلى التواجد في كل مواقع المسؤولية في العواصم المتعددة للأطراف من أجل التمكن من مغالطة العالم وتجنب قرارات منددة به من خلال لجوئه إلى المغالطة وتزوير الحقائق والرشوة والفساد كما هو موثق ضد الصفارات المملكة المغربية في جونيف وبروكسل وعواصم أخرى مجرد تفكير المغرب في الترشح لرئاسة مجلس حقوق الإنسان يعتبر سبة وإهانة لإفريقيا والنظام الحقوقي الدولي إذ لا يعقل أن بلدا يسجل أو سجله سيء كالمغرب يتطلع إلى رئاسة أكبر هيئة حقوقية دولية كمجلس حقوق الإنسان التابعي للأمم المتحدة سؤال كيف تقيمون حضور القضية الصحراوية في المحفل الإفريقي وتعاطي الدول الإفريقية مع القهر والقمع الذي يمارسه الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي؟ الجواب الاتحاد الإفريقي موقفه واضح من النزاع في الصحراء الغربية ومن كفاح الشعب الصحراوي ولديه قرارات واضحة تطالب باحترام حقوق الإنسان في المدن المحتلة وتدعم إنشاء آلية دولية لذلك وبالرغم من الألعاب النارية التي تقوم بها الرباط بين الحين والآخر من خلال تقديم مواقف بعض الدول الإفريقية الفردية المعزولة المدعمة للطرح المغربي إلا أن موقف الاتحاد الإفريقي الذي يعكس كلمة الدول الإفريقية الموحدة قوي وواضح وأكثر ما يعبر عنه هو القرار الأخير لمحكمة الشعوب الإفريقية لحق الإنسان والشعوب الصادر في ستمبر 2022 والذي ندد باستمرار احتلال المملكة المغربية لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية مطالبة جميع الدول الإفريقية بالانتصار لقضية الشعب الصحراوي دعم كفاحه المشروع والامتناع عن كل ما من شأنه التأثير سلبا على ذلك لقد رهن المغرب من خلال انضبامه للاتحاد الإفريقي ناير 2017 على تحييد إفريقيا والتأثير على مواقفها لكنه فشل فشلا ذريعا سؤال كيف يمكن تفسير مماطلة المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته من أجل ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيرة الجواب للأسف الشديد المجتمع الدولي كما يدار الآن يعكس فقط مواقف ومصالح بعض الدول النافذة وليس المبادئ والقوانين الدولية وقواعد اللعبة المتفق عليها والتي يعكسها ميثاق الأمم المتحدة حيث تقرير المصير وحقوق الشعوب في التحرر مبادئ مركزية ولكن يجب أن نتذكر دائما أن أغلب الشعوب المكافحة التي تمكنت في النهاية من افتكاك استقلالها الوطني عانت كثيرا من إدارة ظهر المجتمع الدولي لقضاياها العادلة بسبب مواقف بعض القوى النافذة خاصة العضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي اليوم تتم ماطلة الشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني أيضا بنفس السبب ولكن التاريخ قال ويقول كلمته والحرية والاستقلال ستكون من نصيب الشعبين مهما طال الوقت